مرحبا مشاهدين في كل مكان إلى هذا الموعد الذي نخصصه للحديث عن الثورة السورية تمثل الثورة السورية حاليا حدثا عالميا برغم صمت المتواطئ الذي يميز القوى الإقليمية وحتى العالمية تجاه المجازر التي تحدث في سوريا عموما وفي حالة بخصوصا هذه الأيام بالنسبة لشعب السورية الذي قدم الضحايا والمزيد من الضحايا أصبح من المستحيل العودة الآن لبشار بشار أحرق كل قوارب العودة والسوريون كلهم يتحدثون اليوم عن سوريا من غير بشار عن سوريا ما بعد بشار للحديث في هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد جورج صبراء عضو المجلس الوطني السوري وعضو الهيئة العليا للمفاوضات نرحب بك جورج صبراء أهلا بكم أهلا بكم وشكرا لهذه الفرصة جورج صبراء من أين يبدأ الحديث عن ثورة سوريا هل نبدأ من مجموعة من الأطفال كتبوا على جدران دمشق بكل براءة الشعب يريد إسقاط النظام فأسقط النظام أظافرهم وأسقطهم أشلاء هؤلاء الأطفال كانوا بداية شرارة الثورة السورية التي نعرف اليوم مآلاتها الدامية لماذا كان هذا العنف يمثل الرد الأوحد والوحيد لنظام بشار عاش السوريون لمدة خمسين عاما قبل الثورة في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي فرضها حزب البعض عندما قفز إلى السلطة بانقلاب عسكري صباح 8 أذار 1963 والأحكام العرفية تلغي الحياة العامة هناك دستور لكن الحاكم العرفي إرادته هي التي تحكم الإشياء هناك قوانين لكن الحاكم العرفي يمكنه أن يعطل أي قانون ويسن أي قانون بديل وفق رغبته وإرادته قام البعثيون بتصفية شركائهم الناصريين بعد عدة أشهر من ذلك الانقلاب في 18 تموز 1963 ثم تتالت التصفيات بين البعثيين أنفسهم على الحكم كان أبرزها الذي حصل في 23 شباط 1966 عندما أزيحت قيادة حزب البعث السياسية كاملة واستولى العسكر على السلطة بشكل كامل ثم قام انقلاب حافظ أسد في 16 تشرين 1970 أيضا بتصفية زملائه وشركائه في الحكم ومنذ ذلك التاريخ بدأ يرتب الدولة السورية هذه الدولة الأمنية التسلطية التي لا تعرف أن تتعامل مع المجتمع إلا بلغة العنف والقوة لذلك بدأ بتأسيسها أبديا ثم في عام 2000 عندما مات حافظ أسد كان ترتيب الدولة جاهزا لتوريثها فلأول مرة يحصل أن هناك جمهورية ولدت في الاستقلال منذ عام 1946 جمهورية ديمقراطية برلمانية مدنية يحولها حافظ الأسد إلى جمهورية وراثية خلال هذه الفترة أستاذ جورج صبراء هناك قراءة لتوريث جينات الإجرام مع توريث الدولة من قبل حافظ الأسد لابنهي بشار الأسد هناك تفسير ويراثي لما يجري الآن في سوريا من جرائم حتى لو لم يكن ذلك في الجينات هو في الحاضنة الاجتماعية هو في السلوك هو في الدروس بدأ حافظ أسد بتهيئة ابنه البكر الأول باسل من أجل استلام الحكم لكن قضاء الله وقدره حمى السوريين من ذلك ومات الرجل في حاذ السيارة لكن حافظ أسد كان مصمم أن يبقي سوريا جمهورية وراثية في سلالته خلال هذه الفترة خمسين عاما بدأت تحول الخطير في الحياة السورية عاش السوريون دون أحزاب دون مجتمع مدني دون صحافة حرة دون منتديات ثقافية هناك ضجيج إعلامي بروبوغندا قومية لكنها في الحقيقة لم تفعل شيئا من أجل تحرير أرضها المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي بالعكس في عام 1973 حيث فتحات الحرب مع إسرائيل زادت كمية الأراضي التي احتلتها إسرائيل أريد أن أخلص من كل هذا الموضوع أن الشعب السوري كان يتعرض لظلامات لا مثيلة لها مئات الألاف دخلوا إلى السجون من خمس سنوات إلى ثلاثين عاما المئات فقدوا حياتهم تحت التعذيب في هذه السنين حاول السوريون مرات عديدة الثورة قامت المحاولة الكبيرة في الثمانينات وأجهضت كما هو معروف في حماة 1982 عندما دمرت المدينة وقتل حافظ الأسد منها 35 ألف شخص جرى محاولة أخرى كنت شخصيا من رعي لها بعد عام 2000 عندما استلم بشار الأسد السلطة في خطاب استلامه للسلطة تحدث عن كلمة اسمها الرأي الآخر ففرحنا في هذه الكلمة لأول مرة نسمع فيها في سوريا واعتقدنا بجدية السلطة أن هذا رئيس شاب درس في أوروبا وربما هناك إرادة لأن يحمل العصر إلى حياتنا فقلنا نحن مستعدين أن نتغاضى عن الطريقة التي جرى فيها توريث الحكم من أجل أن نفتح الباب أمام تغيير ديمقراطي سلمي متدرج نفهم طبيعة بلدنا نحو الديمقراطية لأننا أصبحنا في القرن الـ 21 وولد ما سمي بربيع دمشق لم يستمر إلا عدة أشهر وفتحت السجون من جديد إذن كان هناك محاولة للسوريين للخروج بشكل سياسي وسلمي كان النظام يقفل المحاولة بعد محاولة حتى قام الربيع العربي واستجابت سوريا أستاذ جورج سبراء الآن وقع الذي وقع حدثت ثورة كان هناك رد فعل دموي رد فعل إجرامي من السلطة فما بال بشار الأسد يستقوي على شعبه بجيرانه بجيوش غريبة عن سوريا يعود هذا الشيء لمجريات حكم آل الأسد حافظ أسد وأبنه بشار قام حافظ أسد بتحويل المؤسسة العسكرية السورية من حالتها الوطنية الجامعة بهدفها لتحرير الأرض وحماية المواطن إلى جيش فئوي هدفه حماية السلطة وتأمين استمرارها في الحكم ومن أجل ذلك بدأ بتغيير التركيبة فحول الجيش إلى جيش فئوي في تركيبة طائفية أدخل إليه أعداد كبيرة هائلة من أبناء الطائفة العلوية بل أكثر من ذلك شكل قطعات عسكرية طائفية وسلم قيادتها لأبنائه ولإخوته سرايا الدفاع بقيادة أخوه رفعة الأسد سرايا الصراع بقيادة ابن عم عدنان الأسد الحرس الجمهوري بقيادة ابنه باسل الأسد وبعده ماهر الأسد هذه القطعات العسكرية متمركزة حول العاصمة تريد أن تحقق فعلا الشعار الذي رفعه حاف الأسد هو للأبد يريدون أن لا يتخيل أحد أن كان هناك تاريخ لسوريا قبل حاف الأسد ولن يكون بعد آل الأسد تاريخ آخر وبالفحل في أنظمة التعليم وفي مناهجها لا يعرف السوريون الأجيال الجديدة منهم أي تاريخ سابق عن حاف الأسد في هذه الحالة عندما انفجرت الثورة السورية بتأثير ما جرى في تونس ومصر في إطار ربيع العربي ومستند إلى خمسين عاما من الظلامات التي لا مثيل لها لذلك كان قرار السلطة واضحا يجب أن نعيدهم إلى داخل البيوت خرج السوريون إلى الشوارع يجب أن يعادوا بالدم وإلا لا يمكن أن نفسر أن منذ الساعات الأولى لخروج أول مظاهرة في 18 آذار 2011 كان الرصاص يخترق صدور المتظاهري خلال هذه الفترة فتح حاف الأسد وابن المجال لإيران لتتدخل في الحياة العامة بدأت في الحياة الاجتماعية أسسوا جمعية على مستوى البلد كلها اسمها جمعية المرتضى الخيرية أسسها الأخ الكبير لحافظ الأسد اسمه جميل الأسد وكان عضو في البرلمان وبدأت مظاهر التشييع في سوريا بدأت مظاهر المال الإيراني الذي بدأ يبحث عن قبور لبعض الأولياء لبعض المنتسبين إلى أسرة الحسين يشتري الأراضي ويقيم الحسينيات الكبيرة فبدأ النفوذ الإيراني والذي استجر ذلك بقوة هو نهوض حزب الله في لبنان وما كان يمكن لإيران أن تجعل حزب الله أداة قمعية في لبنان على عنق الدولة والشعب اللبناني لو لا سوريا كانت سوريا هي القاعدة الذي يتدرب فيها حزب الله في هذا الإطار كاملا عندما انهز وضع النظام وظهر للجميع أن التورة عميقة وحاسمة إيران أدخلت حزب الله جاء قرار الإبادة وليس قرار الإعادة إلى البيوت نعم قرار إبادة بالفعل لأنه استخدم كل أنواع الأسلحة ومعروف لدى الجميع من السلاح الجو إلى الدبابات والمدرعات حتى الأسلحة الكيموية الأسلحة الكيموية الآن وباقي أنواع الأسلحة بالتدمير بالقتل بالتشريد بالاستعانة بجيوش أجنبية كما تقولون ماذا كان ينوي النظام الحاكم من كل هذا استرجاع سوريا من غير شعب استرجاع سوريا من غير مدن ومن غير شعب في البداية كان يريد إسكاءة النظام وإعادة السوريين إلى بيت الطاعة وعندما عجز عن ذلك واقتضى الأمر ليس تدخل حزب الله والميليشيات الطائفية التي استقدمت من إيران من أفغانستان لدينا على الأرض السورية اليوم أكثر من ستين عنوان لميليشيات طائفية شيعية أتت من العراق من لبنان من إيران من أفغانستان من الباكستان ومن البلاد البعيدة استدعى ذلك دخول الجيش الإيراني نفسه دخل الحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني هنا لم تعد القضية قضية استمرار بشار الأسد فقط بشار الأسد انتهى لم يبقى منه إلا غلالة متهتكة لتستر عري الاحتلال الإيراني لسوريا بدأنا في مرحلة جديدة هو المخطط الإيراني للمنطقة الذي اعتبر سوريا مقرا لهذا النفوذ وممرا للنفوذ الإيراني إلى بلاد العرب الأخرى الآن الوجود الإيراني في سوريا هي حقيقة القصف الروسي على سوريا حقيقة أخرى تفرض ويفرضها واقع علاقات دولية متواطئ إلى حد ما مع الجرائم التي تجري في سوريا إقليميا ماذا كان رد الفعل العربي على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى كل الأنظمة العربية نظاما نظاما على بدايات الطورة السورية وعلى انتقالها بشكل دموي إلى المجازر حاليا واضح أن كل العزم الإيراني لم يستطع إعادة تأهيل نظام بشار الأسد لأن النظام أسبح في حكم الماضي لذلك استدعى الأمر دخول الروس في عام 2015 من أجل منعه من الصقور ودخل الروس حقيقة ليس من أجل دعم النظام إنما لتحقيق أهدافهم الخاصة هم موجودون في سوريا ويرتكبون أفضع الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الموصوفة لكن عينهم على أوروبا والولايات المتحدة حيث توجد رزمة المصالح الروسية الأساسية إن كان في أوكرانيا أو في موضوع رفع العقوبات أو في الشراكة مع الولايات المتحدة بقيادة العالم على المستوى المكافئ أما موضوع الوضع العربي يا سيدي أنت تنكأ فينا نحن السوريين جرحا عميقا ومؤلما العرب سموا دمشق قلب العروب النابض لكن دمشق الآن تفتقد العرب أين هم العرب؟ جامعة الدول العربية قدمت مبادرة في عام 2012 رعاها الجنرال الدابي ونحن في المعارضة السورية استجبنا لها قلنا الأولى أن نستعين بإخوتنا العرب بجامعة الدول العربية من أجل رد هذا النفوذ الإيراني ومن أجل عقلنة الظروف في بلدنا ومساعدة السوريين للخروج من هذه المحنة الوطنية ما الذي حصل؟ للأسف أدار إخوتنا العرب ظهورهم تقول لي أين الدول العربية؟ كل دولة من الدول العربية تخشى شعبها هي تريد أن تساعد الشعب السوري لنيل الحرية والكرامة؟ هل الدول العربية في جميعها عموما تحقق الحرية والكرامة لشعبها؟ فقد الشيء لا يعطيه يا سيدي لذلك نأسف أننا لا نعول بعد سنوات ست من مسيرة الثورة السورية على الوضع العربي من جهة أخرى يعيب الوضع العربي ويعيب الأشقاء العرب على سوريا بعد مبادرة الجامعة العربية كون المعارضة ليست في مستوى السلطة ولم تقدم بديلا جديرا بأن يكون بديلا عن السلطة في سوريا تعيب عليه أيضا أنه كانت هناك فرص لبقاء الاستقرار لعدم الوصول إلى الدموية ولكن المعارضة السورية أمعنت في الحرب وفي الدموية هل كان نظام بشار الأسد يحقق الاستقرار في سوريا؟ عن أي استقرار يمكن الحديث إذا كانت أحداث الثمانينات راح ضحيتها 35 ألف في مدينة حماة هدمت بيوتهم فوق رؤوسهم إذا كانت سوريا أصبحت سجنا كبيرا عن أي نوع من الاستقرار يمكن الحديث أنا لا أريد أن أنفي قصور المعارضة ونقائصها الكبيرة وأنا شخصيا أعرف ذلك أكثر مما يعرف إخوتنا العرب لكن يبقى لدينا سؤال أين هو الجهد العربي الذي مد يده لمساعدة هذه المعارضة لتقويم مسيرتها بالفعل أين هي منظمات جامعة الدول العربية الأخرى على المستوى الإنساني والإغاثي دعنا من المستوى السياسي والعسكري لنقول أن الوضع الدولي كان معقد أكثر وحرم الدول العربية من أي فرصة للمشاركة لكن ماذا عن الدور الإنساني؟ ماذا عن الدور الإغاثي؟ حتى الدور الإعلامي نحن نفتقده من العديد من الدول العربية ولا أريد أن أسميها ومن جامعة الدول العربية التي تدخل الآن في مواتن سريري هذا القناع ليس الوحيد الذي أسقطته الثورة السورية فقد أسقطت الكثير من الأقنعة أستاذ جوري صبراء يتعلق القناع الثاني بمغالطات الكبرى في العلاقات السياسية الدولية فلقد كانت سوريا أو أقول روسيا منكفئة على ذاتها خصوصا بعد العقوبات التي تعرضت لها وكان الحضور الأمريكي قويا في الشرق الأوسط هل ما أحدثته الثورة السورية يعتبر تبادلا للأدوار هل يعتبر تناقضا في السياسة العالمية؟ هذا هو مربط الفرس كما يقولون السياسة الأمريكية الجميع في المنطقة اليوم وفي أولهم الشعب السوري لأنه هو الضحية الأولى والأكبر يحصدون نتائج السياسة الأمريكية في المنطقة التي نفذتها إدارة الرئيس أوباما هذه السياسة الانسحابية من المنطقة سياسة الاستعاب الذي أدارها السيد كيري باتجاه إيران وباتجاه روسيا باتجاه إيران حيث كان الاتفاق النووي مع إيران وكأنه ضوء أخضر لأن تمددها إيران إلى بقية أنحاء الوطن العربي وتحقق حلمها في أن تصبح دولة على المتوسط هذا وفي عمق مرحلة اللقاءات الجيدة واللقاءات العسلية بين السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة الخارجية السعودية حتى اعتقد الجميع ومن بينهم العرب أن أمريكا اختارت بشكل نهائي حليفها في الشرق الأوسط وفجأة هناك استدارة إلى الموقف وإلى الحليف الإيراني لماذا؟ هذه مشكلة كبيرة مع السياسة الأمريكية أنها عندما تنكفئ لا تنكفئ وحيدة تدفع أطراف أخرى لإنكفاء كفأت أوروبا ماذا فعلت السياسة الأمريكية بحلفائها التاريخيين في المنطقة؟ المملكة العربية السعودية ودول الخليج مثال بارز لذلك هي المملكة الآن تقاوم ضد قانون جستا الذي أقره الكونغرس الأمريكي وفي الفترة الأخيرة قام الأمريكيون بإيقاف شحنة أسلحة للمملكة العربية السعودية ماذا فعلت السياسة الأمريكية؟ بتركيا وتركيا جزء من المنظومة السياسية والعسكرية للغرب عبر التاريخ هذا موضوع يبدو لنخصصه لسؤال لوحده حتى نكمل الإجابة عن سؤال متعلق بالجامعة العربية بالموقف الأمريكي من العرب الجامعة العربية لا يمكن في الحقيقة أن تقدم شيئا بما أن الموقف السعودي لم يكن واضحا والموقف الجزائري أيضا وهما الدولتان الذين يمكنوا الاعتماد عليه ما في الجامعة العربية يعني كيف تفسرون وجود جامعة عربية بدون هذين البلدين الكبيرين؟ لا اسمح لي أن أفرق كثيرا بين موقف المملكة العربية السعودية وموقف الجزائر موقف العربية السعودية كان واضحا منذ البداية وأذكر أن المرحوم سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية هو أول مسؤول عربي دعانا في المجلس الوطني للقاء خاص قبل أن يجري أي اعتراف دولي تم ذلك في القاهرة واستدعى الصحفيين ليؤسس لذلك علنا ويرسل رسالة للشعب السوري والدول العربية أما موقف الجزائر في فم ماء لا أستطيع أن أتكلم الجزائريون يعرفون ماذا تعني الجزائر بالنسبة للسوريين ويعرفون أيضا كنت أنا من الجيل في المدارس عندما قامت الثورة الجزائرية كأنها في بيوتنا وعدد من المناضلين السوريين ارتحلوا إلى الجزائر ليقاتلوا مع الشعب الجزائري وعندما الجزائر استقلت حسنا في سوريا أن توسعت حدودنا لدينا ألم من الموقف الجزائري حقيقة الدول العربية كما قلت مهمومة بمشاكلها لكن لدينا هم أيضا أكثر أن دول الخليج دول التي أعلنت صداقتها لنا ودعمت الثورة السورية لكن للحقيقة دعمتها بكيفية هي تريدها أورثتنا الكثير من المشاكل وليس بكيفية كما يحتاجها السوريون وكما يريدونها وكما تصد في مناخ الثورة بالتوجه لا أهدافها الآن على أبواب سوريا هناك الفاعل الذي تحدثت عنه الفاعل التركي الذي يربط علاقات مستفزة نوعا ما بين قوسين على هذه الكلمة مستفزة مع كل من روسيا وأمريكا ولكن يبدو أن المغيب الحاضر هو هذا الذي لا يظهر في السورة هذا الكاتاليزر الذي يشارك في التفاعل ولا يظهر في النتيجة النهائية للتفاعل هذا الكيان الإسرائيلي الذي يحرك خلوط اللعبة من وراء الستان ما علاقته بتركيا ما علاقت تركيا بإيران تركيا بأمريكا وبروسيا وهذا التوازن القلق الذي تقوم عليه تركيا من بين كل هؤلاء الدول عندما قامت ثورة السورية كانت تركيا والسلطة التركية والرئيس أردغان نفسه من الأصدقاء الشخصيين لبشار الأسد والعلاقات بين النظامين كانت وطيدة وفي الحقيقة استفاد منها كل من السورية وتركيا حاول الأتراك في البداية عقلنت النظام السوري أن يقوم بمقاربة أخرى غير مقاربة العنف والحل الأمني والعسكري لمواجهة طلبات الثورة السورية لكن كان العزم الإيراني في الإحاطة بالنظام السوري وأخذه إلى الدائرة الإيرانية أكثر بكثير من العلاقة مع تركيا لكن يجب أن نسجل للتاريخ أن تركيا فتحت أبوابها للشعب السوري الآن في تركيا حوالي 3 ملايين لاجئة فتحت أبوابها للمعارضة السورية لتؤسس فيها مؤسسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بصراحة نقول أن تركيا كانت لئية لنا حظوة للثورة السورية وتستحق الشكر لكن تركيا أيضا دولة ونعرف أن الدول تبحث وراء مصالحها وتركيا تعرضت لخذلان أمريكي وأوروبي كبير جدا يعني الاستدارة التي قامت بها أو نصف الاستدارة التي قامت بها تركيا حيال الثورة السورية تجد مبررها أستاذ جورج صبرا فيما تقولون يعني في وضع دولي عام متميز وقلق أنا لا أريد أن أبررها ولا أقبلها لأنني سوري وأريد تركيا أن تبقى في مواقفها مع الثورة السورية لكنني أفهم كمحلة لماذا تفعل الدولة التركية ذلك لكن في كل الحالات نعتقد أن مستوى العلاقات التي بنيت بين تركيا دولة وشعبا مع الشعب السوري الموجود بالملايين على أراضيها لن تأخذ تركيا بعيدا عن دعمها لأهداف الثورة السورية أما ما يتعلق بإسرائيل فإسرائيل هي الجهة الوحيدة التي يعمل الجميع من أجل تحقيق أهدافها إسرائيل منذ اليوم الأول للمؤتمر الصهيوني لو حلم عتات الصهاينة أن يحقق بسوريا ما تحقق من تدمير للبلد بتاريخها وثقافتها بمستقبلها دون أن يكلفهم ذلك دولار واحد أو قطر الدم أقول الإسرائيليون اليوم هو الرابح الأكبر لم تقتلع أسنان سوريا فقط لمئة عام لكن سوريا مسحت من الخريطة كقلعة أساسية في وجه الامتداد الصهيوني والإسرائيلي منذ نشوء إسرائيل يعني ما هو واقع الآن تريدون أن تقدموا له قراءة بأن ما وقع حاليا في سوريا ما كان لإسرائيل أن تقوم به لو منحت فرصة في أكثر من عشرين سنة قدمه بشار الأسد في سنوات معدودات وليس بإمكانها أن تفعل ذلك دعني أقول لك حادثة حقيقية لدينا في الجولان المحتل عشرين ألف سوري تحت الاحتلال الإسرائيلي في كل عام بيعملوا احتفال في ساحة القرية واسمها مجد الشمس في ذكرى رفضهم استلام الهوية الإسرائيلية حتى الآن عدد من السوريين في الجولان يرفضون استلام الهوية الإسرائيلية لأنهم يعتزون بعروبتهم وبسوريتهم كنت على تواصل معهم عبر سكاير أحدهم وقضى ابنه 18 عام في السجون الإسرائيلية واسمه ويقام عماشي قال لي أستاذ بلغ أهلنا في دمشق إياكم أن تفكروا أن العدو الإسرائيلي يفعل فينا شيء مما يفعله بكم بشار الأسد كم هو مؤلم أن تضطر أن تقارن العدو بابن وطنك هذا ما فعله النظام المجرم لبشار الأسد النظام الذي تصفونه بالمجرم في سوريا يعلن عن إجرامه الآن في حلب ويعتبر ذلك انتصارا انتصارا ضد من انتصار على من في حلب آخر من يحق له ادعاء هذا الانتصار هو بشار الأسد وبقايا نظامه لأنه لم يبقى من نظامه شيء الذي كان يقصف والذي حاصر المدينة هم الروس والطيران الروسي وفلاديمير بوتين الذي كان يرسل الصواريخ المجنحة من قواعد في إيران ومن البحر المتوسط ومن كل مكان والذين كانوا يقاتلون على الجبهات على الأرض هم الميليشيات الطائفية والحرس التوري الإيراني الذي أرسله وأول من دخل إلى أحياء حلب بعد انسحاب المقاتلين منها يعرف الجميع أنه قاسم سليماني فبشار الأسد ليس شيء في معركة حلب لم نكن نواجه في حلب إخوتنا السوريين كنا نواجه الميليشيات الطائفية والروس لكن للأسف بشار الأسد ونظامه هو الذي فتح هذا الباب لهم من أجل الاستمرار في السلطة لذلك هناك شرعية كبيرة لسؤالك أي انتصار هذا؟ أحدث بشار الأسد شرخاً كبيراً في معنى ومفهوم الثورة وخصوصاً من الناحية الإعلامية فقد استطاع بشكل ما هذا النظام الذي يحدث جرائم إنسانية في سوريا استطاع أن يقنع العالم بأن هذه حرب ضد الإرهاب من الإرهاب؟ من أعطى لنظام بشار هذه الفكرة؟ وكيف تمكن من إقناع عالم يخشى حقيقة الإرهاب؟ هذه محاولة النظام منذ البداية أنا سجنت مرتين في الأشهر الستة الأولى من الثورة السورية لم يكن يزعج سجاني أنني من المعارضة كان يزعجه أنني مسيحي لأنه يريد أن يحول المعركة طائفية ومتابيه منذ اليوم الأولى وحتى التهمة التي قدمت إليك هي تهمة إنشاء مجموعة من الخلايا الإرهابية الإسلاموية وقد حكمت أمام محكمة بتهمة تشكيل إمارة إسلامية في مدينة قطنة كم هو مؤلم ذلك؟ أن النظام يريد أن يأخذ شعبه إلى الفئوية منذ اليوم الأول لأحداث درعا والمظاهرات فيها ظهرت بوتينة شعبان مستشارة بشار الأسد لتقول ها هي الطائفية ها هو العنف ها هو الإرهاب كانوا يتركون الأسلحة في سيارات المخابرات والأباب مفتوحة من أجل أن يأتي شباب الثورة ويأخذوا السلاح ولم يفعلوا ستة أشهر والثورة سلمية يسقط الشهداء كل يوم لكن في النهاية حق الناس أن تدافع عن أنفسهم الإرهاب الذي صنع الإرهاب واستورده هو النظام الآن يشهد العالم هذه المسرحيات في تدمر داعش تنسحب يأتي النظام ينسحب النظام تأتي داعش يمونون لها المستودعات ويخزنوها بالأسلحة لتأتي داعش وتأخذها أيضا الإرهاب الذي قام به النظام وسجل في وثائق سيزر التي أخرجها أحد المحققين 11 ألف سجين سياسي قتلوا تحت التعديد نشرت 55 ألف صورة لهم هل هناك إرهاب في العالم أعظم من هذا الإرهاب لكن للأسف فعلا النظام غزة جهات متطرفة وحجم العنف الذي طبقه على المجتمع السوري استولد تطرفا وعنفا ثم أتتنا المشكلة من بعد الدول العربية ومن أوروبا أيضا التي رحلت إلينا المتطرفين والإرهابيين من جميع الدول العربية ومن أوروبا لم يكونوا باختيارنا نحن لم نختار أن تحارب داعش على أرضنا أو أن نرى القاعدة في جميع مسمياتها على أرضنا هو رد فعل عما فعله النظام ومن صنع أجهزة مخابرات إيرانية وسورية لكن ألفت النظر الآن من يحارب الإرهاب حقيقي في سوريا هي قوى الثورة الجيش السوري الحر الآن المدعوم من القوات التركية الذي حرر شمال محافظة حلب كله من جرابلوس وحتى الباب والآن يستعد لدخول إدلب ما الذي فعله الروس في ادعائهم لمحاربة الهراب كانوا يقصفون المدنيين في حلب في الوقت الذي داعش تحتل تدمر من جديد هي كذبة كبرى يعرفها العالم لكن المشكلة هي في الميزان العسكري والسياسي على كل حال وسائل الإعلام العالمية وخصوصا فرنسية كلها أشارت إلى أن الرئيس الوحيد الذي يصف شعبه بالإرهابي هو الرئيس بشار الأسد أستاذ أنتها رئيس الاتلاف الوطني السوري للقواء المعارضة في الآن أنتم تتحدثون مع ممثلين للسياسة العالمية مع قادات دولية كيف تقنعونهم وكيف تحاولون إقناعهم مستقبلا بأن ما يقدمه بشار على أنه حرب ضد الإرهاب هو في الحقيقة حرب ضد الشعب السوري نحن لا نقدم هذا الأمر عبر مجادلة لفظية وحوارات سياسية فقط قدمناها عبر وثائق منظمة وأطلقناها من لندن قبل شهرين وهي رؤيتنا للمفاوضات لحل السياسي رؤيتنا للمرحلة الانتقالية التي يمكن أن تنقل سوريا من دولة استبدادية قهرية فئوية إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية كذلك قدمنا صورة سوريا المستقبل كما نريدها نحن سمينا هذه الوثيقة الإطار التنفيذي للحل السياسي لنقول للعالم أجمع أن لدينا رؤية وباسم الشعب السوري وقدمت باسم الهيئة العليا للمفاوضات وما يعطيها قيمة أكبر أن الهيئة العليا للمفاوضات كما يعرف الجميع ثلث أعضاء هم ممثلون للقوى الثورية المقاتلة على الأرض وبالتالي عندما تقدم رؤية نظرية بإمكانها أن تقوم بتنفيذها على الأرض وكذلك أيضا الهيئة العليا المفاوضات تدم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي يعمل انطلاقا من الخارج وكذلك هيئة التنسيق الوطنية التي تعمل انطلاقا من الداخل وبالتالي فإن جماع المعارضة السورية السياسية والعسكرية قدم رؤيته للحل السياسي وبشكل رسمي وجميع الحكومات والسيد ديمستورا نفسه لديه نسخة من هذه الوثيقة وقد قرضوها جميعا أنها صالحة فعلا لأن تقدم صورة عن سوريا المستقبل وجدية قوى الثورة بجناحيها السياسي والعسكري على ولوج الحل السياسي يعني مع كل هذا الدمار مع كل هذا الخراب مع كل هذه الحرب هناك دائما مجال الحديث عن حل سياسي في سوريا أنتم تقدمونه كبديل بالتأكيد ونحن نعتقد أن الحل السياسي هو أفضل حلول طالما صارت القضية السورية هي معركة أقليمية ودولية هل تتخيل يا صديقي كم عدد الدول التي لديها الآن طائرات في الأجواء السورية وقوى على أرضها عشرات الدول تدولت القضية إذن لن يكون لها حل عسكري سيكون لها حل سياسي لكننا نريد حل سياسي حقيقي هناك حل سياسي يكون شفاءا لجراح سوريا وهناك حلول سياسية تفتح جروح جديدة هناك حلول سياسية مقترحة تفرض بشار كعنصر فاعل وأساسي وتفرض إبقاءه على سوريا كيف تقيمون أنتم كمعارضاء هذه الحلول هذه ليست حلول سياسية هذه مشاريع لفتح جراح جديدة كيف يمكنك أن تقنع السوريين 12 مليون تشردوا من سوريا 600 ألف شهيد في جانب الثورة كيف يمكنك أن تقنعهم أن الذي سبب كل هذا البلاء سبب هذه المحنة الوطنية وارتكب جرائم بمعرفة هيئات حقوق الإنسان وتصنيفه جرائم ضد الإنسان كيف يمكنه أن يكون جزءا من الحل وقرارات جزء الأمن مؤخرا نعم إن مجرد طرح اسم بشار الأسد لأن يكون له دور في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا هو غطاء لاستمرار الجرح مفتوح وأذكر نحن نريد الحل السياسي لأن العملية السياسية بدأت برعاية الأمم المتحدة ببيان جينيف واحد لعام 2012 التي تتحدث عن تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل للصلاحيات نحن نريد من المجتمع الدولي أن ينفذ هذه القرارات وخاصة قرار مجلس الأمن 2118 و 2254 وهي القرارات التي تحدد بوضوح هيئة الحكم الانتقالي تشكل مناصفة من السلطة والمعارضة وتقود البلاد في المرحلة الانتقالية بكامل الصلاحيات مما يعني صلاحيات الحكومة والرئيس وهي الصلاحيات التنفيذية وأي حلول أخرى تطرح ليس فقط لن تكون مقبولة لا يمكنها أن اهتعالج المحنة السورية على العكس يمكنها أن تكون وصفة سريعة لتأجيج التطرف والإرهاب قلت في المقدمة أن بشار ونظامه قد أحرق فعلا كل قوارب العودة ليس بإمكانه الآن أن يفكر أو حتى أن يخطو خطوة نحو حل سلمي يكون جزءا منها أو يكون جزءا من مستقبلها هل يعني هذا أن الحديث عن سوريا ما بعد بشار أصبح حقيقة لدى المعارضة السورية ليس فقط لدى المعارضة لدى الأطراف التي تدعم بشار الأسد أيضا ما الذي يجري؟ من أين يأتي اليوم الحديث عن الحل السياسي؟ يأتي من موسكو ما علاقة دمشق وبشار الأسد القابع في القصر الجمهوري في ذلك؟ موسكو الآن تفصل مؤتمر الأستانة ومن يدعى إليه وسيدعى النظام السوري كما تدعى بقية الأطراف من قبل روسيا إن الجانب الإيراني والروسي من طرف النظام هما الذين يفصلان العملية السياسية لكن للأسف بنزياح كبير عن العملية السياسية التي بدأت برعاية الأمم المتحدة وقرارات المجتمع الدولي كما قلت هناك حلول تختم الجراح وهناك حلول تفتح جراح جديدة دعنا نتحدث عن سوريا المجروحة سوريا المحطمة سوريا ما بعد بشار كيف تتخيل سيد جورج سبراء سوريا بعد بشار حكم انتقالي تنظيم سياسي معين برلمان إدارة معينة بعد الخراب الذي أصاب تقريبا كافة المدن السورية أولا دعني أقول نحن ندعو الجميع السوريين وأصدقائنا وأعداءنا والمجتمع الدولي ندعوهم إلى احترام إرادة المجتمع السوري إرادة الشعب السوري في أن يقول كلمته في نظام الحكم الذي يريده ونحن السوريين في المعارضة السورية علينا أن نكون أول الخاضعين لهذه الإرادة ونحترم إرادة الشعب السوري لكن أين هي إرادة الشعب السوري؟ أذكر فقط بأن سوريا عندما حصلت على الاستقلال من فرنسا عام 1946 ولدت جمهورية برلمانية ديمقراطية تعددية بحرية إعلام بحرية أحزاب يجري تداول السلطة فيها سلميا هذا ما فعله أجدادنا وأذكر أكثر في عام 1950 هناك دستور مشهور الآن في تاريخنا دستور 1950 أراد بعض المشايخ ورجال الدين أن يضعوا فيه مادة دين الدولة الإسلام من الذي رفض ذلك؟ مشايخ المسلمين أنفسهم الفقهاء الحقيقيون فقهاء الدستور والقانون الإسلاميين قالوا الدولة لا دين لها دين رئيس الدولة الإسلام وهذا الدستور عليه إجماع من كل السوريين إذن بتاريخنا هناك تجربة حقيقية نحن نرى لا نريد إلا أن نعيد التجربة التي بناها أجدادنا في الخمسينات الآن في أن نبني دولة دولة مواطنة تستوعي جميع مكونات الشعب السوري المكونات القومية والدينية والطائفية على قاعدة المساواة حياة دستورية وسيادة قانون ومنظومة حريات كاملة ما زالت تحت أدراس السوريين من أيام دولة الاستقلال الأولى وأعتقد أن كما كانت سوريا نجمة في الشق الأوسط في منتصف الخمسينات وواحة ديمقراطية ستعود أيضا واحة ديمقراطية لكنها جديدة وبمعايير العصر هذا أستاذ ما يجب أن يكون في ظل ما هو كائن كنت مؤخرا قد تحدثت مع رئيس بلدية حلب المحررة وتحدث بشأن مواطنين سوريين لا يملكون غذاء يومهم يخشى عليهم من الموت جوعا ومن الموت مرضا دون وفرة أدوية يعني ستستحق سوريا حتى ما بعد بشار ستستحق الكثير من الاهتمام من العالم ما هي مطالب المعارضة السورية ومطالب الشعب السوري حاليا من كل دول العالم الكارثة الوطنية السورية كبيرة بكل المقاييس وما هو معروف منها الآن ليس أكثر من ما يظهر من جبل الجليد القسم الأقل هو الذي يظهر والقسم الأكبر لا يعرفه أحد انظر في هذه اللحظات الآن الثلج عم شمال سوريا وثلاثمائة ألف سوري أجبروا على مغادرة مساكنهم في حلب يعيشون هذه الأيام في العراق الكارثة الوطنية كبيرة لكننا نعتمد على أن سوريا بلد خيرات سوريا بلد ليست متمتعة بثروتها الطبيعية فقط لكن متمتعة أيضا بثروتها الإنسانية سوريا لديها كوادر ثقافية لديها رجال مال وأعمال لديها عقول أيضا وموقعها كبوابة للشخص الأوسط يتيح لها أن تكون مركز جاذب للاستثمار والعمل لكن كل ذلك لا يغني عن مساهمات إخوتنا العرب في جميع الدول العربية وأصدقائنا في العالم والمؤسسات الدولية لكن النقطة المحورية الآن هو وقف النار وقف أعمال القتل عند ذلك أرجو من جميع أن يطمئنوا أن السوريين قادرون عن الخروج من الكارثة أستاذ جورج صبراكا ختام لهذا اللقاء نحن نتحدث عن سوريا ما بعد بشار عن سوريا للشعب السوري عن سوريا بها نظام حكم ديمقراطي قد يتهم الكثير هذه التوجهات وهذه الأراء بالفونتازيا هل هناك فعلا مبررات في السياسة العالمية الحالية تشير إلى هذا المنحة؟ نحن في رؤيتنا هذه لا نعتمد على مبررات السياسة العالمية نعتمد على الشعب السوري وإرادته وماذا يريد السوريون فالثورة قامت من اليوم الأول بشعارين مهمين يذكرهم العالم واحد واحد الشعب السوري واحد إذن لدينا مواطنة للجميع بغض النظر عن المكونات والانتماءات والأكتريات والأقليات ثم هناك قامت ثورة من أجل الحرية والكرامة وهذا لا يتحقق إلا بنظام ديمقراطي يوفر احترام إرادة السوريين أما ما يتعلق بالظروف الدولية فدعني الأصارحة يا صديقي إن همومنا الكبيرة أتت من الظروف الإقليمية والدولية ما زال اليوم الطائفيون في العراق يهددون بإرسال الحشد الشعبي الطائفي إلى سوريا ليشارك في دعم بشار الأسد المنهار ما زلنا نلاحظ أن قوى كبرى تستخدم الفيتو في مجلس الأمن وتعطل الأمم المتحدة وتمنع من اتخاذ قرار حقيقي يدين الجرائم الموصوفة المرتكبة إن آلامنا حقيقة هي من المجتمع الدولي ومع ذلك فتستلذون ونستلذ بالحديث لأنه حقيقة سوريا ما بعد بشار سوريا ما بعد بشار كما كانت سوريا عندما استقلت كانت إحدى ست دول أسست جامعة الدول العربية كانت إحدى الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة في بروتوكول سان فرانسيسكو والمعلمون السوريون جابوا كل أنحاء الوطن العربي ونشروا الثقافة العربية الإسلامية النهضوية في كل المدارس من الجزائر والمغرب وموريتانيا حتى الكويت والبحرين هذه سوريا ليست صحراء هذه البلاد التي منها خرجت المسيحية وانتشرت على يد بولس الرسول في كل أنحاء العالم هذه البلاد التي حملت الإسلام شرقا إلى حدود الصين وغربا إلى الأندلس هذه البلاد لا يخشى منها ولا يخشى عليها فقط لترتفع يد الغاصبين يد الدول التي تريد اقتسام الغنائم عنها وشعبها سيتولى أمرها بالتأكيد شكرا حفظك الله أستاذ جورج صبرى رئيس المجلس الوطني السوري وأحياك إلى تلك الأوقات السعيدة في تاريخ سوريا وفي تاريخ نظالكم من أجل سوريا موحدة من أجل سوريا طيبة وجميلة كما كانت دائما أشكر لكم مشاهدين في كل مكان تتبعانا إلى اللقاء اشتركوا في القناة